خريطة مهنية جديدة تلك التي تعمل عليها مراكز التكوين والتعليم المهنيين لاستقطاب الشباب للتربص في مختلف تخصصات مهن البناء من خلال خلق تحفيزات جديدة تشجعهم على ولوج هكذا مهن في ظل العجز المسجل في اليد العاملة في مختلف تخصصات مهن البناء نحن نكون لدينا هذا التلاميذ هذا المتربسي ونبعد الوبيجي هو يدعي يخدمهم دريقتما ننهت او المتربسي لغير المتربسي في المنهات او مرة أولا ثانية يدعي 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 السوق الجزائرية اليوم بأمس الحاجة لهكذا مهن وغيرها من التخصصات الاستراتيجية التي تخدم الاقتصاد الوطني مباشرة بعد التكوين رح يندمج حتى إذا كان ما حبش يندمج عند الدواوين الترقية ولا عند المقاولين قادر يخلق المؤسسة نتاعه إحنا أيضا رح نقول للشاب اللي يجي بللي لما يكمل التكوين تاعه رح ندير له حتى عملية المرافقة لعند الأجهزة اللي وضعتها الدولة حتى يتحصل على وهذه تعليمات من عنصيد والي الولاية أنه يتحصل على اللي يجريد النساسر ويخلق مؤسسا تاعه نا حبين إن شاء الله يوفيوا بلوع اديا لهم اللي يقدموها قال لك شغل تكملوا هذا التكوين يدونا شغلنا خدموا ثم يفوتون نحن بريوليت على الأجانب اللعب على وطن الإغراء والتحفيزة من شأنه جذب اليد العاملة الجزائري في وقت أصبح فيه الأفارقة والصينيين حلقة أساسية في ورشة البناء والأشغال العموبي إذن زميلة إيمان إضافة إلى ما نقشته قبل قليل مع ضيفك أسماعيل للماص يعني حول مجال الاستراد والتصدير ووفقا لطلبات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استراد الموز والتي أودعت الاستراد 55 ألف طن من الموز في مرحلة أولى وفقت اللجنة التقنية التي أكلت لها مهام دراسة طلبات على منح رخصة الاستراد ست متعاملين خمس خواص وشركة عمومية واحدة من أصل 44 متعامل أودعوا طلباتهم بعد أن أقصت 14 متعاملا نظرا لعدم ممارسة النشاط في مجال استراد الموز خلال السنوات الخمسة الأخيرة حسب ما أكده بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة والتجارة بالنيابة رغم عودة مركب الحجار لسابق عهده بعد إعادة هيكلة مركب الحجار إلا أن العملية لم تكن سهلة حيث واجهتها عدة عرقين نتابع القصة الكاملة لعودة المركب والتفاصيل حول الأطراف التي عرقلت تقدمه في تقرير أحمد رجدي ونصر الدينجلال بعد أيام من تدشين الوزير الأول لمركب الحجار في حلته الجديدة فتح الأمين العام لنقابة المركب النار على كل الأطراف التي عرقلت عملية إعادة تهيئة مفخرة الحديد والصلب الجزائرية كما نقول باختصار اسم الموضوع لقلنا اسم عوائق من أطراف خارجية لقلنا اسم عوائق من مجمع سيدار لقرارات تاوز الخاطئة لمتابعة ملف الاستثمار في ذلك الوقت صفقات مشبوهة لا تتوفر على أبنى الشروط القانونية قام بها إطارات من المجمع مع شركة فرنسية وهمية اسم خدمة معها اسم التواطئ اسم كبير خاصة في اسم هادي الميفات كما اسم ملفت اسم سيمافير اسم شركة اللي كانت عقدنا معها اسم اتفاقية للكوتراكتر كانت اسم شركة وهمية شركة اسم اشباح كانت اسم النقابة كانت عندها دور فعال يعني كما نقول احنا تعطيل هذا اسم الملف عرقلة السير الحسن لعملية عودة الحجار لم تتوقف فبعد إعادة هيكلته حاولت أطراف النشر إشاعات مفادها أن الفرن العالي لا يشتغل برب إن شاء الله أنا منع على اسم الشهر يعني يرجع المركب بتاعه يعني السابق عادو سما نديرو تسويق تعنا خطر سما كين انتاج ومنروا الانتاج كين سما تسويق كين سما نصبق الانتاج تعنا سما نجمونهات حنا ما دام مشال فرنه ما خافوش على التسويق ما خافوش على سما الابروديكسون رغم العرقل والإشاعات فإن عودة الحجار بكامل طاقته الانتاجية ستكون قريبا حيث سيتم نهاية الشهر الحالي انتاج حديد الزهر لتنطرق بعدها عملية التسويق ترجمة نانسي قنقر